موسيقى اكتر حاجة خبتني لما جيت ريت الورق ان انا هعمل شخصيتين شخصيت جنار وشخصيت سفينيس كلمت المخرج كذا مرة با استاذ عمر قلت له طب ما بلاش اعمل شخصيتين اخترلي حاجة اسهل فهو كان شايف ان انا يعني قد ان انا اعمل شخصيتين ابتدت اسجل الحوار بتاع البولنار او سفينيس مثلا قبل ما ابتدي اعمل المشهد على اساس ان انا اقدر اعمل الركشانات يمكن اول يوم تعيبت تاني يوم تالت يوم بقت الامور اسهل كتير يمكن الشريرة استفزتني اكتر حسيت ان هي شخصية حرة ما عندهاش ولا تقاليد ولا سلوكيات هي ملتزمة بيها فكانت تصرفاتها حرة اكتر من شخصية سفينيس من اصعب المشاهد اللي صورتها كان فيه مشهد في المية بالنسبة لي كان مشهد صعب جدا لما بتصحى وبتلاقي نفسها في بحي مفتوح وتبقاش عارفة تتصرف ازاي اشك ان فيه اي عمل عربي قدر يجمع النغبة من النجوم فيه مسلسل زي ده بحجم سرايا عبدين عمره وما كان يقدر يتعامل بالشكل ده الا لو كانت هتعمله شركة كبيرة زي الان بي سي اشتركوا في القناة